منذ ربع قرن من الزمن وبعد عقود من الحكم العسكري في ميانمار التي لم تشهد حكومة منتخبة منذ الستينيات أدل الناخبون البالغ عددهم حوالي 30 مليون شخص من أصل 51 مليون هم تعداد سكان ميانمار بأصواتهم في أول انتخابات تعددية أنا سعيدة جدا وأتمنى أن نعيش حياة سلمية وسعيدة ففي هذه الانتخابات يتنافس حزب الاتحاد والتضامن والتنمية الحاكم والمدعوم من الجيش وحزب الرابطة الوطنية لديمقراطية بزعمة أنك سانسوكي الذي يتوقع أن يحرز تقدما على الرغم من أن زعيمته ممنوعة من الترشح للرئاسة على خلفية حصول أبنائها على جنسية بريطانية ما يحول بينها وبين الترشح في الانتخابات إنما يجوز المشاركة فيها لو حزب الرابطة الوطنية الديمقراطية سيصبح الحكومة الجديدة كل شيء سيتغير وتقدم لهذه الانتخابات أكثر من ستة ألاف مرشح من تسعين حزبا يتنافسون على ستمائة وأربعة وستين مقعدا في البرلمان لأول مرة بعد تعيين حكومة مدنية عام 2011 ولكن 25% من المقاعد مخصصة لممثلين عن الجيش يتم تعيينهم دون انتخابات ويتوقع منهم دعم الحزب الحاكم بصفة مواطنة مينمارية إذا لم أصوت سأشعر أنني مندفعة أعتقد أن التصويت مهم لذا أسرعت لكي أصوت في اللحظات الأخيرة وبينما قالت منظمات حقوق الإنسان إن مئات الألاف من المسلمين توجهوا إلى مركز الاقتراع لكنهم منعوا من التصويت لأن النظام الحاكم في مينمار لا يعتبرهم مواطنين أوصف مراقبون من الاتحاد الأوروبي ما صار العملية الانتخابية في البلاد بالمارينة والجيدة ما نشاهده هو عملية انتخابية تبدو جيدة بالطبع هي ليست خالية من الأخطاء أو العثرات لم نرى مشاكل مثلا في قائمة الناخبين أو في تحديد هويتهم هنا في يانجون وربما في الأقاليم قد تتوفر معلومات مختلفة التوقعات ترجح كافة الرابطة الوطنية لديمقراطية أمام حزب التضامن والتنمية الحاكم وفي ظل التوتر الكبير الذي تعيش سلطات المدنية وفي سياق تجديدها على الإصلاحات التي أجريت منذ أربع سنوات أكدت الرئاسة أنها لا تريد أن تصل الأمور إلى إراقة الدماء التي رافقت بعد عمليات التحول إلى الديمقراطية